مرحبا بكم في قناة دي دي سامدي وهو الخل وكيفاش يتعاملوا معه في تربية الارانب ويعني اسموهم الامراض اللي ممكن ان الارانب دينا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدرية بيطارية وهاتشي عند تجريبة يعني سوّلت واحد الصيد يعني حالي نقوله خدام بتهوف واحد عند بيطاري وهضر لي علاء مني كتمشي عند البيطاري وكي يعطيك كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كي يعطيك؟ كي يعطيك واحد القرعة يعني ما كيقول لك شسموه المحتوى ديالها منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين اعضر معي الصيد قال لي يا أرا هادك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغريب في الامر انه انهم كي بيعوه بعشر دلاهم القرعة صغيرة يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقول لك ديرها ثلاثة المرات تاربعة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكيه هاد القرعة هادي هاد يعني لك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة درامونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج تلاتة ربعة تستديل قنينات صغار تخيلوا استدل قنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضرو على اه دبا درنا على هاد هاد يعني اختلاف الأتمين نهضرو دبا على اشنو كي دير هاد الخل الكوكسي ديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو من كرشهم كتجرة كتولي ما انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يستيطر على كرشهم وكي ضعف يعني كي ولي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين بق يعني بوحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو كحلا يعني احنا مني كانشوفو الكاج ديالنا يعني بتربية دي الكيجان مني كتشوفو في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحل هكا ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابا انتوما كتشوفو الفضلات يعني بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هكا سوداء اسمو اشنا هي سوداء يعني ارى فيهم لا دياري والاسم العلمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هاد الخل سهلة وبسيطة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني افتاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حالة داك الحالة ما تفافتيويات مهم انهم كيشربوا منهم كونهم متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني في البلاس كيقول لي كروشهم مزيانا قضية ديال القضية ديال واش هذا العلاج ولغية وقاية انا كان نصح به كويقاية حقيقة كان نصح به كويقاية هاد الخل هادا فالحقيقة يكون عندكن فى يعني فى يعني فى الصيدة ليا الصغيرة ديالكم يعني كمك يكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديال تصمغ الأدون والأدوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الأرانيب يكون عندكم ديما الخل يكون عندكم بيكربونات السوديوم لحسب الانتفاخات والخل ضروري أنكم ديما يكون عندكم محطوط الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالأرانيب كيفاش غير نستعملوها كويقاية وهي تكون عندنا واحد لمذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا ديال الخل أرشينا ديالهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدو التاريخ ديال هاد النهار ونسلنا واحد خمستاشر يوم ونعودو نفس العملية بالتالي سمو كان نكون ديالنا كان نكون ديالنا وقايا ماشي نخليوا تاي مرضو عاد نديرو لهم العلاج لا يكون عندنا واحد نظام غادين به اشن هو هذا النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطعوه لهم ونقيدو هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوديني خمستاشر يوم أخرى ان عوديني نعودو لهم نفس العملية وهكذا دواليك على طول حيات ديالهم وكسو متأكدين انى هادهم هادهم اجب أن تكون انا وقاياradoم من نوع خاص تمن رخيس هاد القرعة ممكن انى يضرب بزاف تسموه هي معلقة ديال الخل يعني لمدة تلتية ما ديروا لهم تلتية معلقة ديال الخل في مدة ديال الخمستاشر يوم يعني ارا شيء خيالي غادي تضرب لكم بزاف وهادرب عبدالرامونس غادي تضرب لكم بزاف وفي نفس الوقت ما ما تسنوش للمرضتي يكون عابش ديرولهم لا ديروها كعلاج كوقاية عفوا يكون كوقاية الناس اللي ضربوا لهم الالانب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يستمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شيء حاجة يعني جد 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 فعالة ورخيصة في الثامن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش في جير الزام تكيو على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل الاقتراصوري وتكيو على زر جام باش تسندوني ونقصفتكم فيديويات مهمة في حال الفيديو هادية راه مهم في تربيق الارانب الخل تكيو على زر جام تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة